قال موسى لربه يا ربي خلقت آدم بيديك ونفقت فيه من روحك وأستدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وطفت عليه فكيف استطاع أن يؤذي شكر هذه النعم كلها فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين قال موسى يا ربي ما قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عبد قال حيما قال وهو جاجئ قال أقول لبيك يا عبد قال موسى صيبة قالها وهو عاصل قال أقول له لبيك 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 إلا الله تعالى يقود لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الثوراء قال موسى لربي يا ربي إني أرى مكتوبا في الثوراء أن هناك أمة تأتي إذا استقرت النقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدعون الصعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا ربي قال الله لموسى يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بجعل سيئات فلم يسعلها وفركها من خجية الله كتبتها له حفلة اجعلهم أمتي يا ربي قال له الله يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي أنا مكتوبا في الألواح لأن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حفلة فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة طبعا اجعلهم أمتي يا ربي فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة